بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين السلام عليكم إخواني إخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته لا نزال معا نتابع ما أوصى به الإمام علي عليه السلام ولده الإمام الحسن عليه السلام هذه الوصية الغنية بالكثير من المعاني التي نحن أحوج ما نكون إليها في حياتنا وكما أكدنا ونؤكد أن نوصي بها لأولادنا كل واحد تكون حريص على أن تتضمن الوصية التي سوف يوصي بها هذه الوصية يقول لأولاده خذوا بها تفهموا معانيها وعملوا بها حتى توفروا على أرفسكم الكثير التجارب المشاكل الصعوبات قدم لكم الإمام سلام الله عليه عصارة فكره وعصارة تجاربه ومعرفته حتى يريحكم في هذه الحياة ومن أولى من الإمام علي عليه السلام أن نأخذ منه طريق حياتنا وهو الذي نهل من معينه رسول الله صلى الله عليه وآله وتربى على يديه وصلنا إلى ما قاله الإمام سلام الله عليه وعلم يا بني أن أحب ما أنت آخذ به إلي من وصيتي تقوى الله والاختصار على ما فرضه الله عليك خذ بما فرضه الله عليك والله لم يفرض عليك إلا الخير ويأمرك بالمعروف وأيضا عندما نهاك لم ينهك إلا عن المنكر لم يحلك إلا الطيبات لم يحرم عليك إلا الخباء خذ بما يريده الله سبحانه وتعالى وعليك أن تحرس على أن تلتزم بما فرضه عليك في ذلك الخير لك والأخذ بما مضى عليه الأولون من آبائك والصالحون من أهل بيتك أيضا استفد من كل التجارب التي أخذ بها الذين كانوا من قبلك سواء كانوا من آبائك أو من الصالحين من أهل بيتك خذ من تجاربهم خذ من أرائهم خذ من أفكارهم هم لا يريدون بك إلا الخير وأيضا لا تجرب ما جربوا فإنهم لم يدعوا أن نظروا لأنفسهم كما أنت ناظر هم فكروا وعملوا على الاستفادة من خلال تفكيرهم وأيضا جربوا واستفادوا من خلال تجاربهم فإنهم لم يدعوا أن نظروا لأنفسهم كما أنت ناظر كيف أنت يعني تفكر هم كانوا يفكرون وفكروا كما أنت مفكر ثم ردهم آخر ذلك تيجد تفكيرهم وتجاربهم إلى الأخذ بما عرفوا دائما حرسوا على أن ينطلقوا من علم ما عرفا مش كيف ما كان والإمساك عما لم يكلفوا أمسكوا عن كل الأمور اللي ليست من اهتماماتهم واللي ليسوا معنيين بها لابد للإنسان أن يأخذ بما يعنيه وهذا ما عبر عنه الإمام علي عليه السلام عندما رأى شخصا يتحدث كثيرا بدون حساب قال له يا هذا أتعرف ماذا تفعل إنك تملي على حافظيك كتابا إلى ربك لذلك تكلم بما يعنيك واحرص على أن تأخذ من الآخرين ما يعنيك والأمور اللي ليست من اهتماماتك ولا بتزيدك في شيء خففا منها أو على الأقل خفف منها أو أساسا لا تهتم بها لا تبالي بها فإن أبت نفسك منهاية أنت بدك تفكر بك تأخذ بتفكيرك فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا فليكن طلبك ذلك بتفهما وتعلم إذا أنت ما بدك تأخذ بما كانوا عليهم من معرفة من علم من تجارب عليك أن تفكر أنت لكن بتفهم عليك أن تكون دقيقا فيما تصل إليهم النتائج تدرس الأمور بعمق وتعلم كمان عليك أن تأخذ ذلك بناء على دراسة الأمور من موقع العالم لا بتورط الشبهات وعلو الخصومات لا تأخذ بالشبهات ولا ما يؤدي إلى الخصومات عليك دائما تفكر كيف تكون الأمور على خير من حولك هلاءتك مع الناس من أفضل الهلاءات توفر خصومات والنزاعات لأنه هذه قد تكون مشكلة لك على مستوى حياتك وأيضا على مستوى دينك وابدأ قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بإلهك أبدا أن تبلش تفكر استعن بالله وقل يا ربي أعني حتى يعينك الله سبحانه وتعالى والرغبة إليه في توفيقك وترك كل شائبة أولجتك في شبهة أترك كل الأمور اللي ممكن أنه تسبب لك شكوك وقوع في الشبهات أو أسلمتك إلى ضلالة فإذا أيقنت أن قد سفى قلبك رجعت لأله طهرت نيتك صفيتها وصفيت قلبك من كل حقد من كل بغضاء جعلت تفكيرك تفكير مبني على قواعد علم وقواعد سليمة فإذا أيقنت أن قد صفى قلبك فخشع وتم رأيك فاجتمع صار في عندك قدرة على التفكير السليم وكان همك في ذلك هما واحدا فانظر فيما فسرت لك انظر هو الشيء أنا جاي أقدم لك المعلومات لدي وبالنهاية الأمر يعود إليك وإن أنت لم يجتمع لك ما تحب من نفسك وفراغي نظريك وفكرك فعلا أنك إنما تخبط العشوى إذا أنت لا سألت ما بتفكر تفكير سليم وما رأيت كل هاي الأمور صفاء الذهن للعودة إلى ربك من تفكير السليم إنما تخبط وخبط عشوى سير كل وقت تمشي بطريق وبدون أن تكون على هدى وتتورط الظلماء وليس طالب الدين من خبط يبدو الدين لا يمشي على وضوح الرؤية يفكر تنسي الأمور ويستعين بالله ومع ذلك يمشي وليس طالب الدين من خبط أو خلط والإمساك عن ذلك أمثل هذا اللي ينبغي أن يكون عليه الإنسان فتفهم يا بني وصيتي وعلم أن مالك الموت هو مالك الحياة الله بيده الحياة وبيده الموت وأن الخالق هو المميت هو سوف يميتك وأن المفني هو المعيد ليسوف يميتك هو الذي سوف يعيدك وأن المبتلي هو المعافي ليبتليك هو الذي يعافك يعني ما لغن عن الله سبحانه وتعالى الذي بيده أمر الحياة بيده أمر الموت بيده أمر الصحة وبيده أمر كل شيء من أشياء الحياة وأن الدنيا لم تكن لتستقر إلا على ما جعلها الله عليه من النعماء والابتلاء هذه الدنيا فيها نعم وفيها اتلاءات ولا نبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات هذه الحياة يعني الحياة ليست دائما راح كما بالحياة هناك راحة هناك ابتلاءات والجزاء في المعات اتبه أو ما شاء مما لا نعلم أو تعود إلى ما شاءت الله ليه نحن بنعرف شيء منها وأشياء لا نعرفها فإن أشكل عليك شيء من ذلك فاحمله على جهالتك به فإنك أول ما خلقت خلقت جاهلا بالنهاية الواحد ما بيكون عارف ثم علمت وما أكثر ما تجهل من الأمر ويتحير فيه رأيك ويظل فيه بصرك في أشياء ما بتعرفها وما لازم إنسان يعتبر نفسه أنه بعرف كل شيء ثم تبصره بعد ذلك فاعتصم تمسك بالذي خلقك ورزقك وسواك وليكن له تعبدك وإليه رغبتك ومنه شفقتك يعني إذا كان هذا الرب هو بيده أمر الحياة وبيده أمر الموت وبيده أمر النعم وبيده أمر الرزق وبيده أمر التدبير وكل شيء يعود إلى الله في الدنيا وكمان هو بيده أمر الآخرة مثل ما نقول في صورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هو بيده أمر النعم كل الوجود كل الحياة ثم هو ما يملك القرار هو قراره يدخلك إلى الجنة وقراره يدخلك إلى النار لذلك رتب أمرك مع الله وما يكون في أي وقت من الأوقات فيه هناك توتر في العلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى واحد ما لازم يمر وقت وله قصير والله ليس براض عنه لأنه نحن عايشين بمملكة الله نحن عايشين بنعم الله عايشين بعطاء الله طيب كيف واحد ممكن أن يوتر علاقته مع بيده كل هذه الأمور وذلك الواحد مباشرة إذا هو أخذه الشيطان غفل عن نفسه غفل عن مسؤوليته عليه مباشرة أن يسارع إلى التوبة ما يكون في فاصل مباشرة والذين إذا فعلوا عن المتقين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا دوري مباشرة وهذا لي يساهم في قبول التوبة أن الله يريد لنا أن نتوب عن قريب مش عن بعيده خاصة واحد منا ما ضامن حياته في حدا بيضمن حياته ما حدا لمن واحد مش ضامن حياته أنا ما بعرف يمكن أنا أخطئ الآن ويأتين الموت مثل ما أتى لغيري اللي كانوا قبلي كانوا فكرين الحياة قدامهم والدنياء معهم وما في شيء الوضع الأمن مرتاح بصحتهم منيحة ثم جاءهم الموت من حيث لم يحتسوا ما فكروا جيدا لذلك يا بولا أنا بديك تفكر جيدا وركزها العلاءة بالله سبحانه وتعالى أسسها على أساس متين وعلم يا بني أن أحدا لم ينبئ عن الله كما أنبأ عنه الرسول صلى الله عليه وآله بيّن كل شيء ويذلك وقال إنما بعثت لأتمم مكارب الأخلاق وأيضا كما عبر الله عنه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين تهم كل الأمور صارت واضحة والنبي ما أصر في أي جانب من الجوانب وما ترك شيء إلا وأوضح كيفية التعامل معه كل شيء بحياتنا نشعر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد بيّنه لنا سواء كان بالواجبات أو بالمحرمات أو بالمستحبات أو بالمكروهات أو المباحات حتى كيف نتعامل مع المباحات فرضى به رائدا يعني من يتعود إليه في كل الأمور لأنه هو رائد سعادتنا رائد نهضتنا رائد قوتنا وإلى النجاة قائدة ويقودون أهل النجاة فإني لم آلك نصيحة أنا لم أقصر في نصيحتك وإنك لن تبلغ في النظر لنفسك وإن اجتهدت مبلغ نظري إليه بعدين يا أبني أنا أنا وصلت إلى الأمور اللي قد لا تستطيع أن تصل إليها تجربتي في الحياة والظروف اللي عشتها يمكن لا تعيشها لذلك خذ مني وأنا لا يمكن أن أغشك وأنا باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله كما قال النبي صلى الله عليه وآله أنا مدينة العلم وعلي بابه أنا باب مدينة العلم لذلك إذا كنت على المدينة أنا الباب إليها وذلك قد لا تستطيع أن تصل إلى ما وصلت إليه لذلك خذ مني وعلم يا أبني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله لو كان هناك شريك لله لجاء رسول عن هذا الشريك لأنه كل واحد بحاول يبين نظرت للحياة وكيف لازم تمشي الناس اللي هو خلقهم وأوجدهم أو اللي له دور بحياتهم ولا رأيت آثار ملكه وسلطانه بيّن وين آثاره سواء كان على مستوى الملك أو على مستوى القدرة ولا عرفت أفعاله وصفاته بيّن ولكنه إله واحد كما وصف نفسه لا شريك له لا يضاده في ملكه أحد ولا يزول أبدا هو لا يمكن أن يزول ولم يزل أولا قبل الأشياء بلا أولية وآخرة بعد الأشياء بلا نهاية ليس هناك شيء قبله ولا شيء بعده عظم عن أن تثبت ربوبيته بإحاطة قلب أو وصف صعب أن تحيط بمعرفتك بالله فإذا عرفت ذلك فافعل كما ينبغي لمثلك أن يفعل في صغري خطره قدرات محدودة وقلة مقدرته وكثرة عزه وعظيم حاجته إلى ربه في طلب طاعته اعمل أنت ضعيف أنت بحاجة إلى هذا الرب أنت تمر عليك بلاءات وأنت بحاجة إلى أن تستعين بهذا الرب حتى يرفع عنك هذه البلاءات أنت قد تتعرض لعقوبته فأعمل على أن تعود إلى هذا الرب حتى ترفع عنك هذه العقوبة لهذا فافعل كما ينبغي لمثلك أن يفعله في صغر خطره وقلة مقدرته وكثرة عزه وعظيم حاجته إلى ربه في طلب طاعته والرهب من عقوبته كن عندك رهب لأن تكون في موقع عقوبة الله والشفقة من سخطه فإنه لم يأمرك إلا بحسن أمر حسن ولم ينهك إلا عن قبيع يا بني إني قد أنبأتك عن الدنيا وحالها وزوالها وانتقالها هذه الدنيا وأنبأتك عن الآخرة وما وعد لأهلها فيها وضربت لك فيها الأمثال لتعتبر بها وتحدو عليها إنما مثل من خبر الدنيا كمثل قوم سافرين نبأ بهم منزل جديد فأموا تركوا هالمنزل الجديد ما في شيء فأموا منزلا خصيبا وجنابا مريعا فاحتملوا وعثاء الطريق يعني تركوا هالمكان الصعب لكانوا عايشين في ما في زرع في ماء في متطلبات الحياة وراحوا إلى منزل خصيب فاحتملوا لأجل الوصول إلى هالمنزل وعثاء الطريق وفراق الصديق وخشونة السفر وجشوبة المطعم ليأتوا سعة دارهم ومنزل قرارهم فليس يجدون لشيء من ذلك ألمة ولا يرون نفقة مغرمة ولا شيء أحب إليهم مما قربهم من منزلهم وأدناهم من محلهم إذن الوعي هو ليسعى إلى أن ينتقل من مكان جدب إلى مكان حصيب وهذا مثال الذين عملوا على أن ينتقلوا من هذه الدنيا التي ليست هي مكان إقامة ودائما فيها ابتلاءات ودائما فيها توترات الدنيا مش دائما كما نحب وكما نطمح حتى الناس اللي يبلغون مالا وموقعا مش دائما مرتاحين ما نفكر هيك أن نسعى إلى منزل خصيب في الآخرة يكون هذا سعتنا هي الآخرة هي المكان ليس فيها تعب ولا فيها شقاء ولا فيها عناء كل شيء ميسر فيها كما قال الله أن الذين قالوا ربنا الله ثم استخدمت تتنزل عليه ملائك ألا تخاف ولا تحسن وأبشر بجنة التي كنتم توعدون نحن أوليائكم في الحياة الدنيا وفي الأخير ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعو نزلا من غفور رحيم ومثل من اغتر بها اغتر بالدنيا كمثل قوم كانوا بمنزل خصيب فنبى بهم إلى منزل راحوا إلى الآخرة حيث النار حيث العذاب حيث الألم فليس شيء أكره إليهم ولا أفضع عندهم من مفارقة ما كانوا فيه إلى ما يهجمون عليه ويصيرون إليه صحب لذلك كل حالك يا بني أن تنتقل من الدنيا إلى منزل خصيب في الآخرة وهذا بده شغل بده عمل لا تنال الجنة إلا بالعمل مرات ستكون بالمكاره الظروف الصعبة ومرات بمفارقة ناس مثل ما قال الإمام عليه السلام فاحتملوا وعثاء الطريق وفراق الصديق وخشونة السفر وجشوبة المطعم ليأتوا ساعة دارية ما يكون حالا مثل أولئك الذين انتقلوا إلى مكان صعب في الآخرة الأمر بيدنا قراروا ذلك بيدنا نحن في الدنيا هنا نصنع آخرتنا نصنع جنتنا ونصنع نارنا نسأل الله أن يوفقنا لأن نكون من يصنعون جنتهم شوية تعب شوية جهد لكن راحة أبدية هذه بعض وصايا أمير المؤمنين علي عليه السلام وطبعا نتابع إن شاء الله في اللقاء القادم وصايا أخرى إلى ذلك الوقت نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة